نعم بالحقيقة شاهد 138 من الطائرات المتطورة جدا والتي تجمع بين تقنيات مشتركة يعني أجزاء منها أوروبية أجزاء منها روسية وواضح جدا أنه هي تحمل قدرات التخفي يعني اختراق الرصد الراداري لبطاريات الصواريخ هي لديها إجراء مضاد سلوب الإجراء المضاد لأنها لازالت سلاحا سريا لم تكشف عن تفاصيله ولكن في الإطار العام هي قدرة التخفي كدرون شبح واردة جدا وهذه تكمل الخطورة بهذه المعادلة لأنه المتعرف عليه أن طائرات الشبح هي الطائرات المقاتلة التي لها خصوصية والتي تمتلكها دولا كبرى يعني على سبيل المثال احنا في التوازنات عندنا الـ F-35 طائرة الشبح الأمريكية تضاهيها وتكافئها الـ Su-57 الروسية والـ G20 أو G31 الصينية هذه الدول الثلاث هي الدول تقريبا التي لديها حيازة الطائرات المقاتلة الشبح التي هي لا تلظر راداريا فالي يكون هناك درون شبح هذه طبعا معادلة جديدة تضاف إلى تعقيدات المشهد والتي قد تدفع إسرائيل باتجاه دراستها أو الرد على مصدرها لا